اذا شاهدت الارقام التي عرضت على الشاشة قبل قليل واكيد ارقام مزعجة للجميع من خلال المؤتمر الصحفي الماضي الذي تعقده طبعا اللجنة ممثلة في عدد من الجهات لوسائل الاعلام امكن معالي الدكتور وزير الصحة كشف عن عدد من الارقام المزعجة التي تسببتها المناسبات الاجتماعية وكذلك عدد حالات المخالطة الكبير بسبب مناسبات مالها داعي اطلاقا في هذه الفترة هذه الحالات يتم تتبعها ورصدها من خلال قسم خاص راح نتعرف اليوم على جهودهم بشكل اكبر من خلال تواصلنا مع الدكتورة لمية بنت حسين البلوشية رئيسة فريق التقصي الوبائي مساك الله بالخير دكتورة مساك الله بالخير مرحبا وسهلا فيك ويعطيكم العافية على جهودكم الله يعافيك دكتورة قبل لا ندخل في التفاصيل نعرف المستمع والمشاهد عن قسم او فريق التقصي الوبائي في هذه الجائحة او اهم ادواره اه طبعا فريق التقصي الوبائي هو فريق مختص بمتابعة حالات كوفيد 19 المتأكدة المؤكدة في محافظة مصط وكذلك متابعة جميع المخارطين فطبعا من التعريف التقصي الوبائي هو يعني استثقاء مصدر العدوى لمعرفة مصدر العدوى وسائل الانتشار الممكنة والعوامل المساعدة في حدوث المرض وتعزيز الاجواءات الوقائية لمكافحة والسيطرة على الانتشار نعم دكتورة تابعوا كل الحالات كل الحالات طبعا اول ما نستلم البلاغ من المختبر المركزي يتم التواصل مع المريض مباشرة في المرحلة الاولى طبعا الهدف من التواصل مع المريض من معرفة حالات العدوى مثلا هل هي نتيجة مثلا مخالطة شخص مصاب في المنزل او العمل هل الادوى بسبب وجود بؤرة في احد مثلا هو يعمل في احدى المؤسسات وهناك بؤرة في هذه المؤسسة او هذا المريض هل هو عامل صحي والعدوى حدثت في مخيطة العمل او قد يكون مثلا غير معروف السرط طبعا ولا يمكن تحديده مباشرة سبب العدوى نعم بعد ما جمعوا هذه البيانات والمعلومات كلها دكتورة من الشخص المصاب ما هي الخطوة التالية طبعا الخطوة الاولى احنا مثل ما تقول المعرفة الاولانية اللي هو نعرف ايش هي العدوى مصدر العدوى نعم طبعا في مرحلة ثانية اللي هو حفر المخالطين بعد ما نخلص اللي هو حفر المخالطين في بيئة المنزل يتم حفر كذلك المخالطين في مكان العمل او مقر العمل مثلا طبعا في مقر العمل لابد من وجود زيارات ميدانية اذا كانت هناك اكثر من حالة في موقع العمل في بعض المؤسسات حيث هناك بعض المواقع او بعض المؤسسات المحلات التجارية عندنا مخيمات العمال فيها اصابات اكثر من اصابة عندما يعني مثلا يصن بلاه انه في اكثر من اصابة في مكان معين مؤسسة معينة الفريق مثلا يقوم بزيارة ميدانية للموقع وتحديد مثلا اللي هو تقييم الوضع وتحديد الاشتراطات الصحية الموجودة يتم مثلا هل تم عزل المخالطين ما هي الاجواءات الاحترازية التي تقوم بها هذه المؤسسة هل هي اجواءات كاملة هل تحتاج الى اجواءات اخرى طبعا اذا احيانا ممكن احنا نجد ان هناك وجود عدة مصابين في نفس المكان او في نفس المؤسسة التجارية او مثلا وجود عدد كبير من المخالطين او ان صعوبة حفر المخالطين لكون الشخص يعمل في اكثر من قسم طبعا بعد ما يتم تحديد نسبة الخطورة يتم مثلا طبعا هذه الزيارات تتم بالتعاون مع القوى العاملة وكذلك بالتعاون احيانا مع بلدية مصطف ومن ثم يتم اتخاذ الاجواءات حسب تقييم الوضع نعم هو هذا سؤالي الاجراءات بالنسبة للمخالطين عادة ايش تكون طبعا الاجراءات المخالطين طبعا اهم شي احنا عندنا انه احنا نحب من انتشار المرض فاشان كذا مثلا احنا نقول نحصر المخالطين في المنزل اهم شي انه احنا انه هما يلتزموا بالعزل الصحي في المنزل 14 يوم نحصر جميع المخالطين وانه احنا نعزل سالفة اللي هو العزل الصحي وكذلك بالعمل والمؤسسات التجارية عند وجود مخالطين يتم عزل جميع المخالطين إذا المؤسسة مثلا قالتني أنا عندي عشرين عامل في المؤسسة وكل هم مخالطين يتم إغلاق المؤسسة لمدة 14 يوم أو يتم إلزام المؤسسة مثلا أنه يجيب عمال جدد ما مخالطين مباشرة من فروع ثانية مثلا جهات أخرى نعم هل يتم فحص المخالطين دكتورة كذلك؟ لا طبعا أول شيء الخطوة الأولى عزل المخالطين 14 يوم ما في شيء اسمحنا نسوي مثلا ما تقول سكرينينج أو نعمل فحص مخبري لأنه نحدد هذا الشخص مريض ولا إلا إذا كان لأنه فترة حضانة المرض من يومين إلى 14 يوم قد لا تظهر الأعراض مباشرة إذا الشخص ما عنده أي أعراض يتم عزله ومراقبته يعني يوميا بشكل يومي لمدة 14 يوم إذا ظهرت عنده الأعراض يتم توجيهه المؤسسة الصحية للفحص نعم طبعا في مؤسسات لجأت إنه لا أنا أفحص العمال ماني إذا طلع إنه الفحص سلبي ممكن أرجعهم العمل طبعا الموضوع ما بهذه السهولة ياريت هنا بهذه السهولة كنا ما نلجأ له العزل الصحي 14 يوم لكيل المخالطين يعني لأن الفحص السلبي لا يعني إنه الشخص ما عنده المرض حتى له الفحص السلبي في ضيايات المرض يمكن هو فترة حضانة الفيروس مع ذلك يجب أن نكمل له العزل الصحي 14 يوم إذا الحل الأنسب دائما هو العزل الصحي لمدة 14 يوم 14 يوم نعم بالفعل نعم دكتورة من خلال تقصيكم ما هي الحالات التي مرت عليكم وكانت صدمة بالنسبة لكم لاتساع رقعة الانتشار والمخالطة في بعض الحالات طبعا يعني الحالات كثيرة يعني نحن في الأسبوع الأرباطعش منذ بدء الحالات في محافظات مصفى نعم طبعا الحالات هي مثل ما قدت لك تتفاوت أحيانا تكون بسبب مخالطة شخص مصاب في المنزل طبعا هذه كثير منها كثير من الحالات تكون أنه عدم ازتزام الأشخاص والأفراد بالعزل من ضمن القصص اللي احنا نجدها أنه المصاب الأول مصاب يبدأ فيه المرض يبدأ فيه كبير فسن في البيت ليش؟ لأن الكبير فسن هو الأكثر عرضة للإصابة هو أكثر عرضة للمضاعفات المرض نعم فيمكن المرض يكون جدا خفيف في الفئة الثانية لكن يظهر بداية ظهوره يكون فيه الكبير فسن نعم لأنهم الأقل المضاعف أيوة لما نتقصى أنه إيش مصدر العدوى نكتشف أنه وجود مثلا بعض الأعراض عند الأبناء وجود بعض الأعراض عند مثلا الأبناء وكذا ويتم فحصهم نجد أنه هما مصدر العدوى والعدوى كانت من الأبناء طبعا بسبب أنه التأخير في التشخيص عدم يعني مثلا الذهاب للفحص في بدايات المرض وبعدين طبعا من الشخص هذا نجد أن الإصابة تتوالى في الأفراد العائلة معناته لما تتوالى الإصابات في الأفراد العائلة معناته أنه ما فيه عزل في المنزل نعم نجد أن الإصابات مثلا فيه عندنا عوائل فيها 19 مريض من عائلة واحدة معناته أنه هذه العائلة ما ملتزمة من ابتداء من الطفل من الجدة إلى الحفيد يعني نعم الكل مصاب 19 مريض عدد كبير أكيد يعني معناته أنه ما فيه التزام فيه تزاور فيه تجمعات فهذا هو المشكلة الكبيرة نعم كذلك نجد أنه نفس السيناريو يتكرر لدى الشباب عندنا إصابات تبدأ في شاب واحد نجد أن الإصابات تتوالى عند الأصدقاء يعني كل الأصدقاء وعند الأهالي يعني اللي هما مال الأصدقاء هذي معناته أنه نفس الشيء ما كان فيه التزام بالعزل في الفئة هذه نعم وكذلك الجهة الأخرى نجد أنه فيه حالات بدأت في بعض المؤسسات والتهاون بعض المؤسسات في الإجراءات الوقائية طبعا التهاون معناته أنه ما يتم عزل المخلطين بشكل مباشر نعم ما يتم طبعا ما فيه إجراءات وقائية في بعض المؤسسات مثل الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وجود مثلا فئة بسيطة في العمل والمحافظة على نسبة بسيطة 30% اللي هما يعملون مثلا فئة بسيطة هذه الإجواءات لو كانت موجودة من البداية كان ما يفرض تفشي في بعض المؤسسات التجارية ولكن نرى أن البعض تهاون في هذه الإجواءات منذ البداية فأدى إلى تفشي هذه المرض طبعا في بعض المخيمات وتفشي هذا المرض لدى الآملين في هذه المؤسسات نعم تم الإعلان عن أرقام كبيرة بالنسبة لحالات المخالطة وحالات العدوى كذلك بسبب تجمعات العمال في مكان محدد في مؤتمرات صحفية ثانية نعم دكتورة بالنسبة للمناسبات الاجتماعية هل من خلال تقصيكم الوبائي وجدتوا أنه إقامة بعض الفعاليات والأنشطة الاجتماعية كان كذلك سبب في انتشار هذا الفيروس طبعا طبعا ما هي أبرز هذه الانشطة يعني الحين نحن بكترة رمضان ونجد أن بعض العوائل لا زهلت تتجمع بشكل يومي على الإفطار في أوائل عندنا تتجمع عائلتين وثلاث وأربعة قبل أسبوع كان عندي آئلة طبعا 15 شخص متجمعين على الإفطار من هال 15 شخص 10 أشخاص تم تأكيد إصابتهم بالمرض من ضمنهم طفل أمرأة أشهر ومن ضمنهم أمرأة حامل يعني في الشهر الثامن فللأسف يعني نرى طبعا الشخص لما يكون في فترة حضانة الفيروس أو يمكن فترة العدوى يمكن العراض جدًا تكون خفيفة عنده فهو يكون معدي هو ما يعرف أنه هو معدي فلذلك كان أنه الجوعات الوقائية وكنا نناشد جميع طبعا الحملات التوعوية بالتباعد والتباعد 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 الاجتماعي لأنها كانت من أكثر التدابير اللي هي فعالية لإحتواء التفشي نعم يعني من ضمن القصص اللي لا أنساها أنه قبل فترة كانت عندي مصابة واتصلت فيها أول مكالمة وقلت لها يعني تم تأكيد إصابتك بالمرض قامت بالبكاء يعني في التليفون وأنكرت وبكاء وكذا وكذا ليش طبعا هي ما خوصا على نفسها يعني هي امرأة في الثلاثينات من العمر وبإمكانها يعني المرض جدًا خفيف ولكن خوفا على والدتها في المنزل لأن والدتها كبيرة في السن ولأن والدتها مناعتها ضعيفة طبعا أنا يعني يعني هذا القصة من القصص ولكن نجد إنه الغريف الأمر في هذه القصة إنه هي هذه الامرأة اللي تخاف على والدتها كبيرة في السن في السن لما تم حصل المخالطين وجدنا إنها أقامت حفل مثل ما قلت تجمع إفطار لتبع أوائل ومنذ منهم هذا أفضقاء العائلة يعني والعدوى انتقلت إلى عدة أشخاص في هذا التجمع نعم يعني هذه القصص هي للعبرة حقيقة ولنا في شهر رمضان الآن يعني أتوقع عبرة كبيرة في انتشار هذا الوباء لعجم الالتزام وإقامة بعض التجمعات والآن مقبلين على عيد الفطر المبارك أتوقع دكتورة مطالبين الاستفادة من هذا الدرس خلال شهر رمضان يعني مثل ما ذكر معلي في المؤتمر الصحفي الماضي إذا كانت تجمعات الإفطار خير فهي في هذه الفترة شر طب طمعا وهذا محتاجين نأكد عليه مرة ومرتين وألف مقبلين على عيد الفطر المبارك ونعرف نحن أعيادنا كيف نحن جميعا نشتاق للتجمعات الأسرية نحن نحن للأيام السابقة طبعا لللقاءات الأسرية التجمعات ولكن نحن في ظرف استثنائي الآن في الفترة استثنائية الالتزام في الفترة الحالية هو اللي ممكن أن يخفض معدلات الإصابة في الأيام القادمة طبعا نعم في ناس الملتزمين جدا وفي ناس طبعا متهاومين ومتجاهلين اللي هو الرجل ما يحدث يعني والنتيجة أمامنا الآن النتيجة أمامنا نتيجة هذا التهاوم طبعا الأعداد في التصاعد نعم نعم دكتور هل صادفتكم حالات يعني أثناء التقص الوبائي فيها نوع من التمنع أو عدم الصدق والتعاون في الحصول على المعلومات المطلوبة طبعا إحنا ردود الأفعال تتساوت من شخص لشخص عند الاتصال في عندما مثلا نقوم بالاتصال بالشخص في أشخاص ينكروا الموضوع ينكروا إنهم إصابتهم بالمرض يعني ما يتقبل إنهم مصابين ممكن يكون قد يكون يعني مثلا بسبب عدم يعني إنه عدم التصديق الإنكار أو إنه ممكن الأعراض جدا بسيطة لدى الشخص فهو ما مقتنع إنه هذه هي كورونا لأن الأعراض عندي جدا بسيطة فهي الأعراض تتفاوت حسب مناعة الشخص فوجدنا يعني إنه ردود الفعل رح تتفاوت من شخص لشخص يعني في أشخاص عندهم عدم المبالاة يعني لما أنت تخبرهم عن الشخص ما يبالي أوك أنا كورونا أوك كورونا يعني تستغرب إنه ما في ردة فعل من هذا الشخص هل هو ما مقتنع بأهمية هذا المرض هل ما مقتنع بالمرض بالنفس يعني ولا إيش السبب يعني بالاتصال ولذلك في جهة ثانية تقوم بالاتصال يعني إحنا نقوم بالاتصال الأول ولكن في مؤسسات يتم توزيع هذه الحالة للمؤسسة الصحية اللي هو المركز الصحي يقوم المركز الصحي بالتواصل مرة أخرى بالمريض يقوم المركز الصحي أيضا حصر المخالطين الأول الجديد ولذلك يتم التواصل مع الشخص يوميا يعني لمدة 14 يوم كانت في بعض الحالات صح كان في مثلا تأخي مثلا ما إحنا نحصر المخالطين يقول لك أنا عندي المخالطين أربعة أو خمسة فقط وبعد فترة يجينا مخالطين أصدقاء وكذا يقولوا لا إحنا كنا من ضمن المخالطين اللي كنا معاه قبل الأسبوع إحنا من ضمن المخالطين اللي كنا هو ما عطانا المعلومات كاملة أو أحيانا مثلا في فترة جاتني مثلا الخط الساخن للوزارة الصحة بلاغ من أحدى المؤسسات أنه أنا عندي إصابة في أحدى الموظفات عندي وبلغتني أن هي مصابة أن هي مصابة بس ما تم التواصل مع المؤسسة فلما تحرينا الموضوع اكتشفنا أن المصابة أو الموظفة قالت لنا أنه أنا لا أعمل أنا في البيت أنا ما عندي وظيفة أنا ما أعمل أنا ما داوم تصال لشهر ولكن عندما تم التواصل مع المؤسسة اكتشفنا لا أنه هي مداومة وقالت مداومة في أسبوع فما أعرف ليش كان فيه يعني هذا أمر خطير أيه يعني هذا أمر خطير يعني عدم الكشف عن هذه المعلومات قد يودي إلى كارثة عدم الكشف رح يعني عابق ففي جهات أمل هي اللي تتواصل أول ما يوصلها البلاغ يعني على الأقل تحاول توصل لنا لأنني أنا ما ممكن أعرف من المخالطين إلا الشخص يبلغني أنا مخالط منه أنا ما أقدر أحصر فعشان كده إحنا كل شخص يعمل في جهة معينة حتى لو قالي أنا ما مداوم شهر صلنا لا نتأكد نتواصل مع المؤسسة وندقق في تاريخ آخر تاريخ عمل إذا الشخص كان مثلا ما ذهب للعمل من سبوعين ثلاثة يعني ما خلاص الأمر أوكي يعني ما أنه يحتاج تقصي في المؤسسة لكن إذا الشخص كان يعمل في خلال فترة العدوى يتم التنسيق مع المؤسسة هذه ويتم حفر المخالطين في العمل أيضا ومع لش دكتورة نأكد أنه الإدلاب بهذه المعلومات هو ليس خيارا هذا واجب على كل شخص يدلي بمعلومات صحيحة وأتوقع فيها جوانب قانونية كذلك لا أحنا عندنا دائرة قانونية ممثلين عندنا دائرة قانونية في المديرية العامة لخدمات صحية ويتم التواصل مع الدائرة القانونية مباشرة عندما مثلا نجد أن هناك بعض التردد في إدلاع المعلومات أو أنه في عدم الاجتزام الشخص ما ملتزم بالتعليمات أو أن الشخص مغلا توصلنا بلاغات أن هذا الشخص يخرج من المنزل هو فترة العدل على طول يتم التواصل مع هذه الدائرة القانونية وكذلك مثلا توصلنا أحيانا بلاغات عن بعض المؤسسات حتى أن بعض المؤسسات تجبر موظفينها للعمل وهذا اللي واجهناه في منطقة العزل في مطرح لأن مطرح كانت منطقة معزولة وكنا ما نسمح لأي مواطن ساكل في منطقة العزل صحي أن يروح العمل فكانت فيهم بعض المؤسسات أجبرت أن موظفينها أنك لازم الدعم إذا كنت تريد راتب ففارت عندنا فيه تحديات هي تحديات اجتماعية كذا يعني الأسر المتضربة أو اللي ساكنة في منطقة العزل كان فيه تحديات أيضا اجتماعية في هذه الأسر خاططا في هذه المناطق لأنه يعني الناس يعني بسيطة الأسر عدل كبير في بيت منزل صغير يعني فإذا أنا عندي حالة واحدة وعندي مخالطين في غرق مثلا عشر مخالطين في منزل في غرفتين كان هاي من التحديات اللي احنا نواجهها يعني نعم لازم أن نجد حالهم عزل مؤسسي أو لازم يجاد وسيلة أخرى وكانت من ضمن التحديات كذلك أنه عندي بعض الأسر الجميع مثلا عندي أكثر من شخص مصاب وكذلك عندي ناس في العزل الصحي فلما تجي تقول لهم أنتوا لازم تلتزموا بالعزل الصحي يجي يقول لك الشخص إنذين ما عندي آكل من 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 أجيب الأكل أنا وهذه علامة استفهام على هذه المؤسسات لأنها تعرض مؤسساتهم يعني عرضوا مؤسساتهم للخطر في أنه يجبر شخص يعني قد يكون مصاب بهذا الفيروس فطمعا الدائرة القانونية بالتعاون مع القوة العاملة يتم التواصل مع جميع المؤسسات يعني إنه هذه هي الإجواءات هذه الإجواءات الوقائية تم فرضها لتخفيف من انتشار المرض يعني يعطيكم العافية دكتورة سؤال الأخير يعني التقصي الوبائي هذا لا يستثني أحد من المصابين ونعرف في عدد كبير من المقيمين هم كذلك من المصابين من خلال متابعتكم نعرف أنه فيه من جنسيات ولغات مختلفة كيف تتعاملوا مع هذه التحديات في معرفة هذه المعلومات مع هذا الاختلاف طبعا؟ طبعا طبعا مثل ما تقول عدد الوافدين كبير تم في البدايات التواصل مع جميع السفارات تم التواصل مع الجمعيات اللي هي الأهلية اللي تابعة لهذه السفارات تم تخصيص مجموعات في الواتس أب يعني فقط إنه هذا اللي نعتبرهم كونسلر أو إنه نحنا مساعدين هنا عندما ننواجه مشكلة مع أي مريض من الجاليات يتم التنسيق مع هؤلاء يعني إنه يكونوا هم حلقة وصل بيننا وبين هؤلاء المرضى يعني نعم عندنا أطباء عاملين في المؤسسات الصحية تم يعني يجلب الأطباء هذولا في فريق التقصي لأنهم يتكلموا بنفس اللغة فيتواصلوا مع المريض ويعطوهم المعلومات بنفس لغته يعني نعم فهذه من الأشياء اللي حاولنا إنه إحنا نحلها بهذا الطريقة يعني وطبعا من غير المواد التوعوية اللي تم عرضها بجميع اللغات نعم الدكتورة لمية شكرا جزينا لك وكلمة أخيرة تحبت وجهيها لكل من يتابعنا الآن طبعا هي التلمة الأخيرة إنه إحنا الحالات في تزايد بشكل يومي طبعا مثل ما أنا بلقتم إننا يعني جميعا نحن للأيام السابقة نحن للتجمعات الأسرية وإحنا مقبلين على أيام العيد وبعض طبعا يعني على أيام العيد والتجمعات الأسرية ولكن الآن الانتزام بالعذل الذاتي يعني طبعا هي وسيلة للحد من انتشار المرض الآن الانتزام أصبح هي مسؤولية مسؤولية وطنية هي مسؤولية أخلاقية هي دينية حفاظا على الشخص بنفسه حفاظا على سرته وحفاظا على من حوله يعني طبعا الشخص أيضا يعني ملزم إنه لما يطلع من البيت مثلا حتى للأشياء البسيطة كإشراء الحاجات المنزلية إنه يلتزم بالإجراءات الوقائية يعني بقدر الإمكان الإجراءات الوقائية الإدقاء على مسافة الأمان مثلا عدم لمس الوجه والثم والأشياء هذه غفل يدي مباشرة عند وصول إلى المنزل يعني هذه الإجراءات الوقائية البسيطة اللي ممكن تمنع انتشار المرض إن شاء الله يعطيك العافية دكتورة على وقتك الثمين يعني حين أثناء تنسيقنا قالوا أننا خذوا وقت بسيط جدا لأنه أكيد عدد الحالات لما يكون في تزايد العبء يزيد كذلك في يعني تقصي كل هذه الحالات وهي أكيد سلسلة من الحلقات حتى يعني تصلوا وترصدوا عدد الحالات شكرا جزيلا لك دكتورة شكرا 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 شكرا